أستاذ حسين هناك صورة استوقفتني في التقرير الذي شاهدناه قبل قليل لرجل يجلس منفردا في آخر الصف هذا الشخص أعزائي المشاهدين هو الرائد الرياضي والمدرب الكبير عبدالواحد حاتم الشخصية الرياضية المعروفة في مدينة الثورة الصدر والذي تخرجت من تحت عباءته العديد من الأجيال والنجوم سواء في فريقه الأثير تحاد الثورة أو في فريق النقل والتموين في دور الجيش فيكفي أن نعرف أن أسماء مثل المجبل عبد خالد خلف إبراهيم علي عبدالزهر أسود والمرحوم ناطقاشم وغيرهم من النجوم تخرجوا من هذا الفريق وتحت عباءة هذا الرجل وكذلك المرحوم الشهيد صبري كاظم في فريق النقل والتموين وغيره من النجوم البارزين في دور الجيش في السبعينات هذا الرجل يستحق التحية عزاء المشاهدين والتقدير بعد أن نظر حياته وما ملك لكرة القدم ولم ينل منها إلا هاتين العكازتين أتمنى الأخي المخرج أن نرى صورة مرة أخرى ويستحق الرعاية عبدالواحد حاتم يستحق التكريم أيضا من أجهات المسؤولة بعد ما خدم الرياضة وكرة القدم بالتحديد لعدة عقود من دون مقابل ماذا تعلق أستاذ حسين على مثل هذه الشخصية الرياضية الفذة الذي كان قاعد منزوي وتقريبا لا أحد يعرف من هو هذا الرجل هذا الجند المجهول الذي يخرج العديد من النجوم نعم نعم وكثير وكثير وكثيرون هم ما يشابهون موقف هذا الشخص الرائع والكبير أستاذ حسام أني عندي أيضا فالتعقيب عبدالواحد حاتم نعم أستاذ أني الحقيقة عندي أيضا تعقيب على موضوع القانون نعم هو ما يخص موضوعك على الأخ الرايد أستاذ حسام عندما أصدر مجلس النواب عندما أصدر مجلس النواب هذا القانون وضع فيه نوع من المطاطية ترجمة نانسي قنقر